كوبرنيكوس وداروين وفرويد ثورات في تاريخ وفلسفة العلم فريدل فاينارت يتناول هذا الكتاب قضايا تقع في النطاق المشترك بين تاريخ وفلسفة العلوم ويهدف إلى إظهار وجود رابط متين بين العلم والفلسفة باستخدام المدرسة الكوبرنيكية والداروينية والفرويدية كمدارس علمية تمت روابط عديدة تجمع بين كوبرنيكوس وداروين وفرويد أكثر من مساهماتهم في استكمال الثورة التي أحدثها كوبرنيكوس وتبين دراسة الكوبرنيكية والداروينية والفرويدية أن المناهج العلمية لدراسة العالم تؤدي على نحو طبيعي وحتمي إلى نتائج فلسفية رأى فرويد أن الأفكار العلمية تغير طريقة تفكيرنا بشأن العالم فقد أزاح كوبرنيكوس من خلال نظرية مركزية الشمس البشر من المركز المادي للكون ووضع داروين من خلال نظرية النشوء والارتقاء البشر في وضعهم الطبيعي بين الكائنات ويرى فرويد أن كوبرنيكوس وداروين سدد دربات قاسية للصورة التي يفخر بها البشر بوصفهم سادة الكون ورأى فرويد أنه يكمل دائرة تصحيح هذه الصورة من خلال تدمير الاعتقاد بأن البشر مسيطرون على أنفسهم غير أن تأثير الأفكار العلمية على الصورة الذاتية للبشر ليس سوى جزء صغير من النتائج الفلسفية التي تؤدي إليها النظريات العلمية عادة هذا الكتاب عبارة عن دراسة لثلاث ثورة في الفكر ونتائجها الفلسفية وهو تطبيق لنهج متكامل لتاريخ وفلسفة العلوم يتناول الفصل الأول الانتقال من مفهوم مركزية الأرض إلى مفهوم مركزية الشمس ويركز الفصل الثاني على التغيير الشديد الأهمية في وجهات النظر حول طبيعة الحياة العضوية الذي سيرتبط إلى الأبد باسم تشارز داروين ويناقش الفصل الثالث انتقال فرويد من عقلانية التنوير إلى الدوافع اللاوعية كقوة دافعة للسلوك البشري ومن شأن إلقاء نظرة واحدة فقط على جدول محتويات الكتاب أن يوضح للقارئ أن كل فصل يختار عددا من القضايا الفلسفية النابعة من دراسة تقاليد محددة في تاريخ الأفكار العلمية ينقل عنوان هذا الكتاب كما هو موضح في مناقشة الكوبرنيكية والداروينية والفرويدية رسالة ثلاثية أولا أن وجهات نظر الإنسان نحو الطبيعة المحيطة به والعالم الاجتماعي تتكيف باستمرار مع الاكتشافات العلمية الجديدة ثانيا كلما تقدم العلم خضعت إنجازات العصور السابقة لمزيد من التدقيق ثالثا أن النتائج الفلسفية بالضرورة مشمولة في هذه التغيرات لا أقصد الزعم بحذوف عملية اقتلاع وإعادة بناء مستمرة لصرح المعرفة إذ أن النظر المتقطع هذه لنمو المعرفة العلمية خاطئة كما ستحاول مناقشة الثورات العلمية أن تبين بل ما أعنيه هو أن المعرفة الراسخة ستخوض مواقف إشكالية جديدة مما سيؤدي إلى تعديلات على العديد من المستويات كان بوبر محقا في قوله أن كل المعرفة العلمية معرفة تخمينية وما دام البشر يسكنون في المجموعة الشمسية فمن المتوقع أن تظهر طرق جديدة للتفكير وسيعاد تقييم مكانة البشر في الكون الأوسع على الرغم من أن البشر اليوم يمتلكون معرفة أكبر على المستوى الكمي ويتباهون بامتلاكهم براعة تكنولوجية أكبر من معاصري نيوتن فإن تشبيه نيوتن الخالد سيظل صحيحا ما زلنا كالأطفال نلعب بالحص على الشاطئ في حين يكمن أمامنا محيط شاسع مجهول ترجمة نانسي قنقر